أخذ المطاعيم هو الطريق الوحيد أثبتت هذه الجائحة نرى الآن دول تتصرف بشكل واضح ومقسمة إلى قسمين قسم المطاعمين وقسم غير المطاعمين والجائحة تضرب بعنف في قسم غير المطاعمين بحيث أن مستشفياتهم اليوم ملأة لا يوجد لديهم غرف في العناية الحثيثة يعانون معاناة كبيرة هذه الدولة الولايات المتحدة واضح جدا الانقسام فيها بشكل واضح وصريح ما بين القسم المطاعم والقسم غير المطاعم إن شاء الله إذا استمرنا في التطعيم والإقبال عليه وخاصة في ظل توفر المطاعيم بكل الأنواع وبالسهولة التي تم توفيرها للمواطنين الآن إذا استمرنا بهذا الشكل نستطيع أن نحد من حدوث أي موجة محتملة طيب العودة للمدارس قلت العودة وجهية العودة وجهية صحيح؟ صحيح شو الضماني لاستمرار التعليم الوجاهي اليوم؟ صحياً؟ يعني كما كنا نتحدث دائماً هذا الهدف هو هدف استراتيجي الوضع الوبائي الآن يسمح بهذه العودة تم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من جانب وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي يعني على سبيل المثال تطعيم المعلمين طبعاً هذا الجهد جهد كبير إدارة الأزمات ووزارة الداخلية كل المتطوعون يعني أعداد كبيرة وأيضاً فئات ومؤسسات كثيرة دخلت في هذا المجهود إذن تطعيم المعلمين إحنا تجاوزنا 87% من المعلمين تم تطعيمهم أيضاً تهيئة الصفوف ووضع البرامج الصفية بحيث تخفف من نسب الاقتضاد النقطة الثالثة المهمة هي الفحوصات العشوائية وبدي أركز على موضوع الفحوصات العشوائية السريعة خلال التدرج في العودة إلى التعليم الوجاهي وهذه كانت أيضاً نقطة مهمة يعني مثل ما تدرجنا في فتح القطاعات تدرجنا في فتح التعليم الوجاهي هذا كان اختبار رائع جداً لأنه خلال الأسبوعين الماضيات على سبيل المثال درسنا قدراتنا قدرتنا على القيام بالفحص العشوائي السريع في خلال الأسبوعين الماضيات كنا نقوم بحوالي ألف فحص يومياً سجلنا 19 فحص إيجابي بين المعلمين و7 بين الطلبة طبعاً البروتوكول إذا أنت سجلت هذه الفحوصات يجب أنك تقوم بعمل الPCR عندما قمنا بالPCR على هذه الأعداد وجدنا 12 من المعلمين مصاب و7 من الطلبة وتم التعامل معهم طوال الفترة الماضية ألف فحص يومياً خلال الأسبوعين من الفاقد التعليمي 14 ألف فحص لا هو من بدك تستثني أيام العطاء 10 ألف فحص 12 وشوي 12 ألف فحص طلع منهم 12 إصابة بين المعلمين 12 إصابة بين المعلمين 7 بين الطلب وتم التعامل معها حسب البروتوكول عزلهم صاحبهم هذه النقاط مهمة إذن هذه العوامل اليوم مجتمعة تثبت أننا نقوم اليوم بكل ما نستطيع القيام به لضمان هذه العودة الوجهية الآن نظل نقطتين رئيسيات نطلبهم من أولياء الأمور يعني في عنا شقين في المعادلة شق الطبي والمدارس والكادر التدريسي وكل هذه المعادلة والشق الآخر أولياء الأمور مطلوب منهم أمرين فقط الأمر الأول ظهور أي نوع من الأعراض على الطفل أو الطالب يعني عدم ذهابه إلى المدرسة هذا الشيء لازم لا نفاوض عليه في أعراض ما يذهبش الطالب إلى المدرسة النقطة الثانية وهي مهمة جدا أولياء الأمور يجب أن يحصلوا على المطاعيم